في أجواء خيم عليها الحزن والأساوى ضمن منهجها العزائي الخاص بإحياء ذكر شهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نظمت العتبة العباسية المقدسة مجلسا عزائيا في قاعة ضيفتها وبحضور عدد من المنتسبين وزائرين فلا بد للإنسان المؤمن أن يستلهم من دروس النبي صلى الله عليه وآله في الأخلاق فبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق من تواضع من حلم يأخذ وينتهج ويتأسى كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة فعلى الإنسان المؤمن أن يقرأ عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله المجلس تضمن تقديم محاضرة تناول خطيبها شذرات من السيرة النبوية الشريفة متناولا المآثرة والمناقب العظيمة لسيد البشر والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام ثم التعريج على حياته وما واجهه في سبيل إعلاء كلمة الحق وتثبيت دعائم الدين الإسلامي الحنيف وصولا إلى فاجعة شهادته سلام الله عليه